عقد فريق صداقة الموريتانية الفرنسية بالجمعية الوطنية صباح اليوم اجتماعا برئاسة النائب سيدن درامان سخنة الرئيس الفريق ضم هذا الفريق السفير الفرنسي في بلادنا أليكسندر غارسيا ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا بيندكيت بروسي ومستشار تعاون العمل الثقافي بسفرة الفرنسية بيرناروبي وتم خلال هذا الاجتماع عرض المشاريع التي سيتم تنفيذها من طرف الوكالة الفرنسية لتنمية خلال العام الجاري كما تناول مجالات التعاون الموريتاني الفرنسي وسبل تطوير هذا التعاون